اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح يحتوي محسن الخبز على العديد من الانزيمات والعوامل المختزلة او المؤكسدة هذا بالاضافة الى المواد المبيضة وسوف نتعرف في هذا الفيديو على كيفية استخدام المحسن في البيوت هناك العديد من المميزات والفوائد التي يتم الحصول عليها جراء استخدام المحسن والتي نذكرها في النقاط التالية التحسين من جودة الطحين المستخدم ويعمل على اكسابه لونا اكثر بياضا وايضا تقوية الروابط الجلوتينية في العجين والتي من شأنها جعل العجين متماسكة ولينة خلال عملية العجين بالاضافة الى قدرة الطحين على امتصاص الماء والتسريع من عملية الخبز وايضا تحسين قوام العجين من بعد الخبز ويتم استخدام المحسن من خلال الاهتمام للنصائح التالية مسج المحسن مع الدقيق بشكل مباشر قبل البدء باضافة السوائل اليه اضافة الخميرة الى الطحين مع المحسن حيث ان المحسن لا يغنى عن استخدام الخميرة فهما يكملان بعضهما البعض لكن من الجدير بالذكر انه في حالة استخدام المحسن في العجينة فانه يجب تقليل كمية الخميرة المستخدمة في العادة الى النصف فان كانت ربة البيت تضيف ملعقتين من الخميرة لكل خمسة اكواب من الطحين مثلا وكانت تريد استخدام ملعقة من المحسن فيجب ان تضع ملعقة واحدة من الخميرة فقط انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر